سمح لي الأخ عبد الفاضل نعقب على المقدمة تاك والله غير غضني شوية الحال بس كي قلت الفريق الوطني لا يستحق المرور إلى الدور الثاني وهذا خطأ لا لا عبد الفاضل عندما ترى نتائج مباركة سمح لي سمح لي لا لا رأك خطأ مية في المية أنا والغير لا نتكلم بالعاطفة مصطفى ما نتكلمش بالعاطفة جيش تيمون باش تعرف شكون هو مصطفى المعزوزي ما نتكلمش بالعاطفة وما تنتظرش مني وحتى الشعب ما ينتظرش مني نغير رأيه على بالماضي والله ما نغير رأيه على بالماضي وأتمسك وأتمسك بشدة والحمد لله كنت الصوت الأول أخويا مصطفى كنت الصوت الأول اللي تريت لصونة ضالة قلت لكم يا انكم برو كنتر بالماضي كان حرب قادرة ياك ضد بالماضي باش اليوم تقول لي إخفاق كان بزاف عوامل وكان بزاف مسؤوليات يعك العامل الخارجي أثر كثيرا على الجانب التقني يعك المصطفى تسمح لي سيو نايش ويو جوردوي كاتر ويندزنين بورسان سيأكوز دي بارامتر دي فاكتور انضوجين ايكزوجين هكذا نبدالك بالعقل بالعقل كي تشوف فريق حضر جيدا لهذا المنافسة كي تشوف فريق في التصفيات مخسر حتى المقابلة التعطر الواحيد كامام تنزانيا كامام تنزانيا وكننا ننفذنا يعني انه دخول في التاريخ يعني سنك شير سنك خمسة على خمسة هكذا ستة على ستة ستة على ستة سماش حال دي جويبور دخول القوي في تصفيات كأس العالم 2023 أخوة مصطفى ما نهزمنا ولا في مقابلة كنا متحضرين تحضير جيدا لهذا الكامل لكن مصطفى المقاوض عافل النهائيات بالعقل باش نفهمه باش نفهمه الشعب بتاعنا ماشي غابي يعرف يدير استنتاجات يعرف يدير خلاصات قلت لك بدينا جعل رئيس جديد للفيدرالية تفهم عاب الماضي كيفاش يحضروا لهذا الكامل هكذا تفهموا دور كدرنا تحضير في الطوقو في الطوقو باش نتعقلمو مع الضروف المناخية بارك الله فيك التحضير في الطوقو كان جيد التشكيلة ولا جزائري اليوم بس ما عملنا جزيمش نكونوا دوب الفاص وما لازمش ننسى وش كنا نقوله ولا لاي ولا جزائري قول لك بلك تشكيلة هذي مش يمليحها هكذا صراحوا دي بوليميك كأسماء اسمح لي صراحوا دي بوليميك أنا مثلا كنت ضد بالماء باللعلي مثلا هكذا قلت لك برح ما خير مثلا كل جزائري عنده الحق يعبر هرنا في الديمقراطية في الجزائر الجديدة حري التعبير مكرسة دستورية الحمد لله طوق قلت لك في التشكيلة مكاش مشكل في التحضير مكاش مشكل ماشي اليوم انتا بعد الاقصاء تقول لي بلك المدرب هذا مفلس طاكتيكيين ولا لايبين هذو ماشي لايبين لا لا ماشي حكذا لي حلو ماشي حكذا لي حلو مصطفى لكن نحن ولنقول انه بالماضي خلي خليني خليني راني جاي راني جاي بس يفهم الجمهور اسمع كنت دير كنت دير كنت دير كنت دير كنت دير كناناليس لازم تبدأ بالمقدمة ومبعطوا لب الموضوع ومبعطوا الخاتمة هكذا لكن ماشي بحث مصطفى لازم نجوها حبا حبا لا ايجوش تلمو ماشي فهم الشعب تفضل الشيء اللذي لم يكن منتظر واشنو هو مصطفى شو سرده قرابيكم هو الحرب القادرة هذه بعض الصحفيين زمالة سامحهم الله بعض المحللين اليوتيوبر تفهموا داروا عصابة اشرار كين تكوين عصابة اشرار الهدف انتاعهم الضرب بالماضي وهو ما مع لبانيش ولا تعمدوا ما مع لبانيش كي يضربوا بالماضي يضربوا الفريق الوطني اشحب مختراقوا تها كيني فيديو عبد الفاضي انت نورمال وشد كنت نتكلم كثير نتكلم يا جماعة يا جماعة يا جماعة سيبا نورمالسكي سباس وانا وش شفت مصطفى مع لبانيش ولا شفت قسمان عظامنا غير خرجوهم التركيس بالماضي ولا مع لبانيش اشو يدير خاصة في المقابلة الثالثة تكلمت انت والشيخ على التغييرات هذو قسمان عظاما السيد لكن هذي حاجة خطيرة مصطفى الان سباحنا لا تكوينيش خليني بش يفهم الشعب والله قسمان عظاما السيد هذا وكن نجيبوله بسيكاتر لكن مصطفى مصطفى المدرب يتأثر بالعوامل الخارجية هذي عمر خطير مصطفى خليني نهضار خليني نهضار خليني نهضار خليني نهضار خليني نهضار خرجوهم معقله خرجوهم معقله ما يقدرش يتباعش قال ما هذي اللي دارو همات المال ما هذي وندور دوليكيب ناسي بلابينو اللي ما نجرحش الأشخاص سيد هذا اراني يقول لك جاء الوقت وين جاء الوقت وين يعني يهان بهذا الصيفة